مدينة المنورة مدينة الجهاد في سبيل الله ومثوى الحبيب المحبوب وآل بيته والصحابة المقربين والشهداء والصديكين باب العنبرية احد الابواب الخارجية للمدينة المنورة مسجد السلطان عبد الحميد للمدينة المنورة قبر سيبنا حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه عم الرسول عليه وسلام واخيه في الرضاعة جبل احد الذي قامت في موقع احد سنة ثلاثة عبرية والتشهد فيها سيدنا الحمزة مسجد الفتح احد المساجد التي بنها السهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويقع في شمال المدينة على رضي من ربا جبل سلعة مسجد القبلتين بهم احرابان احدهما يتجه الى الجنوب جهة الكعبة والاخر يتجه الى الشمال جهة بيت المقرب والمأسور ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المسجد الى بيت المقرب حتى امره الله تعالى ان يجعل الكعبة قبلتا بستان ومسجد عروى في ظاهر المدينة اشتركوا في القناة مسجد الغمانة ويسمى ايضا مسجد المصلة ذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيدين في موضحه مسجد سيدنا عين الزرقاء عين مأثورة يرتوي منها اهب المدينة المنورة مسجد قبل اول بناء اقيمة الاسلام ليكون مسجدا بناه الرسول عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة وهو المسجد المصود بقوله تعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المستحرين مبرك الناقة بمسجد قبل المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام عند اخر مرحلة من مراحل الهجرة الى المدينة المنورة محراب مسجد قبل فيوجد في نهاية بداره محراب اخر يقال له طاقة الكشف شارع بالمدينة المنورة يؤدي الى الحرم الشريف سوق بالمدينة المنورة قبل قدوم الحجاج سوق بعد قدوم الحجاج سوق بعد قدوم الحجاج سوق بالمدينة المتحدة سوق بعد قدوم الحجاج سوق بالمدينة المنورة سوق بعد قدوم الحجاج سوق جديد سوق عاب السلام ومعه صاحبه ابو بكر الصديق وعمر الثاروخ السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد عبده ورسوله بلغت الرسالة وابديت الامانة ونصحت الفنبة وجاهدت في الله حق جهازه حتى اختارك لجواره جزاك الله عن النسلمين خيرا